اشتركوا في القناة 19 21 مارس الخميس يوافق 28 يوم من الانتفاضة المباركة ابتداء اعتذر لكم لاني كان المفروض يكون هذا التدخل قبل ربع ساعة لكن للأسف راني نسوق ووسط لندن هذا جحيم ما تلقاش فيه وينت باركي ولا وينت وقف بصعوبة شديدة باش تلقيت مكان الان لاني كنت في كاريج واي كما يسموه يعني مرات ما عندكش حتى منين تخرج في اعتذر لكم وحييكم مناسبة جميعا في مجموعة نقاط نحب نددش فيها معاكم وبعض التساؤلات نجاوب فيها على خوتنا يعني المبدأ اللي نحب نبدأ به وهذا يعني يعنيني أنا ويعني كل الناس اللي يتكلموا في شأن العام انتفقنا معهم ولا اختلفنا معهم اللي يتكلموا في ويسمعوهم الناس حواني لما تسمعوا حاجة مثلا تنسب إلي لما نتكلم على نفسي الآن أنا الآن عندي هذا الموقع على الصفحة الفيسبوك عندي موقع على اليوتيوب باسمي في موقع واحدة اخر ايضا مرة ما ندخل فيه اللي هو رشاد تيفي وعندي موقع على تويتر وتفضلت واحد السيدة راح تفتح مباركة راح تفتح على الانستغرام باش نوصلوا ايضا لنوعية اخرى من الجزائريين ضيفي لذلك نظهر في بعض الفضائيات وتسمعوني نتكلم الاخرى فمن فضلكم اي حاجة واحدة يسمحها لاني من قدش نجاوب على الاسئلة فرديا احيانا تصلني كثير من الاسئلة هل قلت هذه هل نسمعنا قالوا هذه اي حاجة خوتي يسمعوها يروحوا هذا الصفحة راح فيها النشاط الرئيسي لكن كين اليوتيوب كين تويتر كين الفضائيات وهل نزيدون ديروا الانستغرام لماذا اقول هذا الكلام بعض اخوانا تساءلوا قالوا راه انتشرت فكرة اني قلت احرقوا الاعلام انتع الدول الخارجية فالحقيقة انا لم اقول هذا انا البرح وش قلت انا لا تراجع عن اي فكرة اؤمن بها واقولها وهي نفس الفكرة لكن كنا نعرف رحب اللي كان خطأ نجي وقول الناس اعتذر هذا خطأ فانا انسان قد اصيب وقد اخطأ يعني فما عنديش مشكلة لكن لحد الان الحمد لله راه الامور ماشياء وانظر الناس رام يعرفوا ما صاري انت 24 سنة وانا دايما يمكن نقول نقول خطأت مرة واحدة وبسرعة صلحتها وكانت في 99 مرة واحدة في تصريحات انتهي اذا اما بين الحاجات قال لك لنا احرقوا الاعلام لك لا انا قلت انه تدخل خارجي هذا اذا بدأ واضح وعلني فمن حقنا الشعب الجزائري ومن حقنا ان نعبرون عن غضبنا بكل الطرق بما فيه حرق الاعلام لكن قلت ليس الان وحتى جبت المثل تعالى الامريكي لما واحد امريكي كان قبل سنوات حرق العالم الامريكي في امريكا انظر حتى امام بيت الابيض واشتكت بينظر الحكومة الامريكية فقاضي امريكي تكلم وقال لا حرق العالم هو تعبير عن حرية الرأي فجبت هذا المثال لكن في نفس الوقت اضفت اعطيت المبدأ الفكرة الرئيسية المبدأ ثم اضفت قلت فيها باللي احنا لسنا في مجال الخصومة مع الدول ولا مشاكل مع الدول نحن ما عندنش فيها الان وما عندنش مشكلة اننا ما زال يعني صحيح بعض الدول بدأت تبدي تدخل وفرنسا واضح تدخلها روسيا الى آخر لكن دارت نقول لكم تغييرات الاسرات اذا الفكرة والمبدأ كون انه اي واحد يحرق عالم في لدولة معادية لوطنه ولا لبلده اقول جيدا لبلده ولا لوطنه ما هوش اي كلام اخر باش تعد الامور واضحة هذا يعتبر حري التعبير اذا كان هناك بالفعل مبدأ في هذا الاطار لكن فيما يخصنا الان في الخصومة هذه مع العصابة اللي تحكم البلاد حتى الدول اللي رأي تدعمها رأي تدعمها بتحفظ ورأي تحاول حيانا تتراجع عن ذلك لا ادري لماذا رأي تناقص اللايب يبدو انه في قطع الانترنت يعني واضح انه في قطع الانترنت في الجزائر ولذلك نشوف الارقام تتناقص بدل ان تزيد وهذا لا يستبعد من عصابة النظام على كلين في قطع الانترنت في بعض الاماكن المهم نحن الان لسنا في خصومة مع الدول الخارجية ولا نريد ان نكون في خصومة مع الدول الخارجية ولا نسعى لخصومة مع الدول الخارجية نحن نسعى الاسترجاع وطننا من عصابات مجرمة اهلكة الحرث والنسل اهلكة العباد والبلاد اه ولا لسنا في صدد حرق اي علم انا قلت امس لا تقتربوا لا من الصفرات ولا من القنصليات ولا من خطوط الجوية ولا من صحفيين كل لا نريد ان نستعدي احد في الاصل نحن فقط نرد على التدخلات الخارجية لا نقبل بها تكون امور واضحة وبالتالي لسنا في صدد العلم واللي يفهم خطأ لازم يكون واضح عنده لا تحرق اي علم بل لا تحرق اي صورة لأي مسؤول لتكون امور واضحة انا اقول لكم هذا وانا انا اعرف اللي تصيدوا اللي تصيدوا راح يجيب لك والله تكون نبي نبي مرسل مع كتاب مقدس ويرى الناس انك رسول راح يكذبوك ويجيبوك قلت كذا وقلت كذا هؤمن مسلمين يعرفوا كم احاديث موضوع بسم رسول السلام كم ايات حبو يحرفوها ويلعبو فيها لكن حتى كما يلعبوش في النص لانه نص مقدس ومحفوظ والمسلمين يعتقدون في ذلك انه لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه حتى كما يستطيعوش يحرفوا المعاني حرفوا هناك شياطين الانس لا يقلون عن شياطين الجن فمهما قلنا ومهما فعلنا اللي يريدوا تلاعب بالالفاظ راح ينحلك حتى كلمات انا احيانا في فيديوهات رامي دوروا احيانا خرجوها من محتواها خرجوها من مكانها وجابوا كلمهناء كلملهي حطوها وقالك واش قال اذا اراد الناس ان يعرفوا واش قلت يجول هادا الصفحة يروحوا اليوتيوب انتاعي اللي باسمي واللي لا كدرت انا يوتيوب مؤخرا باسمي كنت في الغالب كنت يوتيوبات الحركة دير فيها حركة رشاد لكن مؤخرا لماذا اولا باش ملزمش الحركة كون مقول حاجة ولا ممكن ما توافقش عليها الحركة وثانيا باش الناس يكتبوا اسمي يخرج لهم اليوتيوب انتاعي يوتيوب تويتر فيسبوك وهي جايا الانستغرام احبن بكم دائما في اسئلتكم ولكن لاني لا استطيع ان ارد على كل على كل الاسئلة دائما شخصيا فاسمعوا التدخلات الله يبارك فيكم النقطة الثانية فيها فيها تغيير في الخطاب فرنسي وروسي اليوم الكريملين عدل الكريملين قالوا لافروف البارح انه مع السلطة الجزائرية وانه يدعى ما كذا عدلوه اليوم في اه في بعض الحديث نظن حتى متحدد باسم الكريملين هذا شيء جميل نحن نرحب به ايضا في تعديل في الموقف في فرنسي لدريون هذا وزير الخارجية امس قال انه لا نحن لا نتدخل وشعب الجزائري يقرر مصيره هذا شيء نرحب به اي موقف يكون ضد الوطن الجزائري الدولة الجزائرية والشعب الجزائري ابتداء وانتهاء سنندد به وسنعارضه وسنقف اليه لا اي موقف يتراجع او يعدل ولو في الخطاب ولو في الخطاب نحن نرحب به نحن لسنا اخبياء لكن ما عليش غيرت الخطاب هذا شيء جميل فتغيير الموقف في فرنسي امس والموقف الروسي اليوم هذا شيء نرحب به نحن يا اخواني لا نعادي احدا الا من يعادي البلاد الا من يعادي الجزائر ولا نستعدي أحدا إلا من يستعدي علينا الناس ولا ندخل في خصومات لا مع دول ولا مع تنظيمات نحن نريد أن نعيش بسلام في وطننا بكرامة في وطننا بحرية في وطننا هذا فقط ما نريده نحن لا نريد من الناس شيء آخر نحن نريد أن يتركون في حالنا يخلونا نقرر مصيرنا بأيدينا هذا هو الأمور الواضح الآن وأدعو كل دول حقيقة كل دول أن تلتزم وتصرح علنا دول فاعلة في الساحة الدولية تصرح علنا أنها لا تتدخل في شأن الجزائري نحن لا نطلب منكم شيء إلا أن تصرحوا وتعلنوا وتفعلوا ذلك أن لا تتدخلوا في شأننا فقط إذن إخواني لا تقتربوا من مصالح الخارجية لا من سفراتهم لا قصلياتهم لا أي شيء ولا تحرقوا علماً ولا تحرقوا حتى الصورة الآن في أيضاً أسئلة أخرى كثيرة أحياناً مرات تطرح على قضية تأطير الحراك تأطير الحراك قلنا يا أخوان العصابة رهي مجنونة اليوم القضاة مصدرين بيان أو البرح وسأخرج اليوم مصدرين بيان يقولوا فيه أن الأمين العام لوزارة العادل اللي ما يسمى بوزارة العادل وزارة الظلم يصر عليهم باش يديروا ممثلين من عندهم باش يتفاوضوا معهم باسم الحراكة وباسم الانتفاضة وهما أصدروا بيان وكانوا أذكيا فيه القضاة حي الله قضاة البلاد الأحرار حياكم الله صراحة نتشرف بكل قاضي حر لأنكم أنتم من سترصون العدل للجزائر الجديدة أنتم من ستقيمون دولة العدل وعلى أرضية العدل يقوم كل شيء سوي وقوي إذن القضاة اليوم قالوا بأنهم يرفضون تمثيل الحراك وليس من عندهم ممثل وأن العصابة تضغط عليهم هذا الأمين العام هذون من بعد الشعب يتفاهم معهم هذون اللي يرهم الآن يحبوا يخربوا الانتفاضة وثورة الشعب الجزائري السلمية هذه الرائعة من بعد الشعب يتفاهم معهم واحد بواحد من بعد هؤلاء الخبثاء اللي ما كفتهمش قريب 60 سنة انتع تدمير ما زال يحبوا يضغطوا على الناس هذا المسؤولين اللي يرهم ما زالوا يحبوا يخلطوا ويحبوا يضربوا الشعب ويحبوا يفرقوا الانتفاضة هذا من بعد يتفاهم معهم الشعب إذن قلت إخواني هام إخواننا القضاة عبروا عن ذلك بكل قوة وفهموها لا لتمثيل الحراك النظام يريد أن يعرف من هي الرؤوس وأن يتحدث إليها إما ليقطعها أو ليشتريها نحن أذكى من أن يتلاعبوا بهذا أذكى من أن يتلاعبوا بهذا شعب الجزائري أذكى وبالمناسبة ليس هناك زعيم للحراك نحن كلنا في خدمة شعب الجزائري كلنا أي واحد يريد أن يتزعم سيرميه الناس إلى مزبل التاريخ شعب الجزائري هو سيد هذه الانتفاضة وهو سيد نفسه وهو سيد في وطنه نحن خدام له ليكون هذا واضح الآن إذن هذه قضية تمثيل الحراك ما الحراك تمثيل الانتفاض هي ليس حراك والآن انتفاضة شعبية مباركة فليكن هذا الأمور واضحة وما يبقاش يتلاعبوا ويجوا يدخلوه من هنا إلى آخر حتى لما بدأوا يمثلوا رحوا جابوا وجوه نعرفوهم كل الوجوه اللي يعاودوا يدوروا فيهم تعريسي كلاش بالنسبة للنقاط أخرى هناك الآن في أخبار طيبة حي الله حرار الجلفة اللي كانوا في الـ R&D وخرجوا منه في حديث على أن أكثر من ألفين عضو كانوا في الجلفة في الـ R&D وخرجوا منه نتمنى على كل إخواننا اللي رأوا في الأفلان في الـ R&D في حزب عمار ابن يونس هذا وفي حزب الآخر هذا وش تسموه عمار غول كل هؤلاء هؤلاء سوفهاء هذه الأحزاب تحولت خاصة هذه الأحزاب للأسف تقريبا كل الأحزاب تحولت بشكل أو بآخر أنها وجه للعصابة ولو دعت العكس لكن مع ذلك خلينا من الأحزاب الأخرى لتبداعي المعارضة حديث واحد آخر معهم نحن نتكلموا على الـ R&D والـ FLN وهذا كزوج هذا عماره وعمار هذا إخواني يسحبوا منهم وتبرأوا منهم وخرجوا منهم قبل فوات الأمان ما زال بضع ساعات أو بضع أيام لهذا الموضوع ولذلك حي كل واحد ينسحب من هذه العصابة أينما كان في الإدارة في أي مكان طبعا بالنسبة لإخواننا في الجيش الأمور تكون واضحة نحن لا نريد أن يكون هناك انقسام داخل الجيش أو انفصال لا نريد ذلك لدينا جيش واحد والجيش الجزائري سيبقى هذا الجيش يتطهر من بعض الجنيرالات أقول بعض الجنيرالات وليس كل الجنيرالات الفاسدين المجرمين ويعود الجيش لخدمة الوطن ولخدمة الدولة وقبل ذلك لخدمة الشعب هذا ولذلك حتى لما قلت أنه ممكن يكون فيه بعض الناس لبسين باللباس العسكري ويداهروا مع الشعب الجزائري هذا فقط رمزية نحن نريد منهم بضعة أشخاص ليس أكثر بش يكون هناك رمزية لذلك مثل الشرطة لما فعلوها الأسبوع الماضي فهذه فقط من ناحية الرمزية أما من ناحية الأصل يبقى أخواننا داخل أماكنهم داخل كل شيء داخل الجيش إلا في حالة إذا ما أمروا بقمع الشعب الجزائري فإنهم في تلك الحالة ينضمون للشعب الجزائري نقاط الأخرى فيما يتعلق بهذا الآن ضمام أويحيا وبوشارب وهذا لا ينضمون هؤلاء مرعوبين الآن ويريدون أن يلتحقوا بالشعب نحن نقول لهم شوف كيف فينا شرك كيف فينا شرك استقيلوا إذا كانوا يحيا بالفعل راهوا يريد أن ينضم للشعب عندك شيء بسيط تقوم به تستقيلوا تقول أنا أستقيل من كل شيء من كل منصب بما فيها منصبك في الـ R&D هذا أنت استعملته الـ R&D هذا لتدمير الجزائر ونفس الشيء بنسبة البوشارب وبنسبة الشيء بنسبة المسؤولين هذو اللي هي إذا كنتم تريدون الانضمام للشعب فانضمامكم للشعب يكون أولا بالاستقال من أي منصب أنتم فيه ثانيا بعدم تدخل في الشأن العام ثالثا بالتزام بيوتكم روحوا التزموا بيوتكم نحن لا نقول لكم خرجوا من الوطن أو غادروه أو نطرتكم الوطن أو كما فعلتم أنتم لن نفعل ذلك نحن لا نفعل ذلك نحن نعتبر الجزائر لكل جزائريين تفقنا معهم أو اختلفنا معهم لكن روحوا التزموا بيوتكم واستقيلوا لعل الشعب يتسامح معكم أنا شخصيا أي شخص ينسحب الآن ويستقيل الآن ويبتعد عن شأن العام ممن كانوا يفسدون في الأرض ويفسدون في البلاد سأوصي رأيي فرد لا ينزم أحدا إلا من التزم به أن الناس تتسامح معهم نتسامح معكم ونحن نعرف أخطاعكم ونعرف إجرامكم ونعرف فسادكم ولكن نتسامح معكم وفق قواعد العدل والعدالة الحقيقية مرة أخرى أيضا في حديث على في بعض الناس ربما أو سمعهم بعض الناس روحوا للمرادية لا نذهب لأي مقر من مقرات الحكم لا نستفزهم لحد الآن النظام العصابة في ردها بعد أن باغتها الشعب كانوا ما يظنوش بأن الشعب سينتفز بهذه القوة بهذه القدرة بعد أن باغتهم الشعب هدوه خوفوه وبعدين تراجعوا وههم يتراجعوا وههم الآن يقولوا إحنا مع الانتفاضة مع الحراك كما يسموه هما لا هي انتفاضة مش حراك حراك كان يوم 22 فبراير أما ابتداء من 1 مارس بدت انتفاضة مباركة سلمية متحذرة قوية في خدمة الشعب مرة أخرى أيضا نجدد عليها إخواني اللي راهم في البترول والغاز وقفوا الانتاج عندما نقول وقف الانتاج لمدة أيام لن يضر الجزائر راه تنهب أموالنا راه تسرق أموالنا أملاكهم أموالنا هذا أيضا شعار لازمان يرفع أملاكهم أموالنا التي نهبت أملاكهم أموالنا التي نهبت من بين الشعارات التي سترفع غدا إن شاء الله هذا الشعار ضيف الشعار ترحل يعني ترحل شعار عار عليكم الاستقواء بالخارج وشعارات خاوة خاوة شعار عربي قبيلي شاوي ترقيم زابي أنا جزائري هذه الشعارات سنرفحها بقوة في بعض الناس أيضا يذكروني أن فلان أو فلان راه يقول كذا ومفاجأة بكر حتى مفاجأة يا إخاوتي رغم هم اللي خايفين يخوفوكمش بعض إخواننا سمحهم الله ما يعرفوش يصرحوا وبدل ما يقوو الشعب ويدفعوه إلى مزيد من الضغط لاسترجاع حقه في وطنه سلميا يبدأ وراح فيه مؤامرة رغم رح يديروا قدوة كذا وكأنه من حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون يخوفوا في الشعب وقالوا الشعب خلاص ما عادش يخاف كسر القيود انتهى الخوف لا خوف بعد اليوم بإذن الله خوف من ربي فقط أما معداه لن نخشى أحدا ولا بشرا وسنقيم دولة العدالة وسنقيم بإذن الله دولة الحضارة ودولة الرشاد ودولة القوة ودولة القانون ودولة الحق والحقوق سنقيمها بإذن الله سنقيمها ونشارك في إقامتها ليس شرطا في السلطة أنا شخصيا فيما يخصني قلت أو أعيدها أنا لا أريد أي سلطة سنكون مع الشعب وسنعمل على ما يعرف باللغة الإنجليزية تقوية المجتمع هل فيكم إخواني من يعتقد مثلا أن غدا يقوم جنرال بنقلاف سويسرا أو في السويد هل فيكم من يعتقد ذلك؟ لا لماذا؟ لأن الشعب كله سيقف ضده ولماذا الشعوب هذه ستقف ضده؟ لأن الشعوب بنت بنت وعي كبير وقوي بحيث أنه لا يجر أي عسكري أو أي دعي لا باسم الدين ولا باسم العسكر ولا باسم الهوية ولا باسم أن يأخذ حق الشعب في اختيار من يحكمه الشعب هو اللي يقرر من يحكمه وكيف يحكمه لغلبيه اللي تقرر من يحكم وكيف يحكم ومتى يأتي ومتى يذهب لا القوى الخارجية ولا القوى الداخلية لا المدفعية ولا ذاك ولا هذا أي شرعية خارج شرعية الشعب لا نعترف بها ليس هناك أنبياء ليحكموننا أو ملائكة تنزل من السماء لتحكمنا إنما يحكمون بشر وهؤلاء البشر هما جاءوا لتسعة شهر ولازم أن يأتوا من رحم الشعب وليس من رحم الخيانة كما وقع لهذا الستين سنة على استثناءات بسيطة في آخي قل لك أنتا كنت تقول أن الجيش نضمه للشعب نعم إذا قررت القيادة قام على الشعب فإن الجيش ينضم للشعب مدام لم تقرر ذلك مدام هم بدأوا يتراجعوا وبدأوا يقولوا أن نستمع للشعب فلا نريد أي إنسان أن يغادر الجيش أو يغادر بشكل هذا واضح الناس أحيانا ما تفهمش أو تحب تتلاعب الكلمات ولذلك مرة أخرى أبدأ بما أنتهي بما بدأت بي إخواني دائما حينما تسمعون شيء حينما تسمعون شيء وليكن واضح أرجعوا إلى الفيديوهات التاعي أرجعوا إلي منشورة على صفحتي هنا في هذه الصفحة أو في اليوتيوب وأدعو إخواني أن يسجلوا في اليوتيوب حتى يصل إلى أكبر عدد ممكن أكبر عدد ممكن حتى ما يتمش تلاعب بكلامي أنا أو غيري حتى إخواننا الآخرين يتحدثوا تفقنا معهم واختلفنا حينما تسمعونهم أو قالوا عليهم كذا وقال كذا وروح أرجع شوفوا هو شي يقول ما تسمعش عن الآخرين عن طريق آخرين إذا أردت أن تعرف شخص يسمع منه رأى في كثير من الخبثاء وكثير من السفهاء وكثير من الجهال وكثير من يتلاعبوا فما تعتهمش الفرصة حي الله أحرار البلاد في كل مكان حي الله رجال الجزائر في كل مكان حي الله الجزائريين الأحرار داخلها وخارجها سنبني وطن يعتز به الرجال ويعتز به الأبناء والأحفاد وسيذكر التاريخ أنها أنتم في هذه اللحظات تصنعون التاريخ وتصنعون الحضارة حياكم الله إخوانين ما كنتم السلام عليكم ورحمة الله سأكون معكم إذا اختدت ضرورة في المساء وفي الليل أيضا إذا كان لذلك ضرورة حيكم الله إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والتعليق ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن